في أيام العيد تتحول محلات الجزارة هذه إلى عنوان لمد تضامني بين المصريين لا يهدأ هنا تشارك هذه الأسرة في توفير كميات من اللحم قبل توزيعها على المحتاجين والفقاراء فرحة سنوية بنحاول نضاحي بها كل سنة بنفرح بها الأصدقاء والعيلة وبنحاول على قد ما نقدر ندي النصيب الشرعي للناس التي تستحق بهجة العيد تمتد إلى الساحات العامة حيث تقام الصلوات وتلتق العائلات للمعايادة وأحياء عادات اجتماعية تميز أجواء عيد الأطحى بين المصريين عيد النهاردة سنة عن نبي صلى الله عليه وسلم وطبعا بنفرح وبنفرح الأولاد في التجمع ما شاء الله الكبير ده في مكان جميل بيأخذوا الهدايا وبنتبارك بالسنة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم وبنفرح وبنفرح الأولاد جميعا جاين هنا عشان نفرح الأولاد ونطف الأرناطر ونطف الجنائل جاين نقضي العيد هنا في وسط الحضائق الجميلة دي وجو الحلو قوي ما شاء الله وجاين نبسط الأولاد ونلعب معهم ما فيش أحسن من لمة العلم على بعضها المعايادات بالنسبة إلى كثيرين هنا لا تقتصر فقط على التقوس الدينية بل تشمل مبادرات أهلية تلقائية بين المصريين تخفف عن الفقراء والمحتاجين أعباء الحياة وتشاركهم فرحة العيد إلى جانب أبعاده الدينية والروحية يعد عيد الأضحى بالنسبة إلى أغلب المصريين مناسبة لإحياء عادات وتقاليد اجتماعية تكرس قيم التراحم والتأخي بين الناس محمد خالد المشهد القاهرة